الانتشار السن ويوجد بدء تكوين السن ستجديني المرحلة الثانية اللي هي عملية تكاثر وانتشار السن بالارالله نحن نتحدث نحن نتحدث في الانتشار السن يعني نستطيع أنها عملية تحدث بعد بعد عملية الانيشياشن بعد عملية البد نتيجة الانتشار هو تكون طبقات البد وكب وبيلستيج يعني حتبدي عندي هاي المراحل اللي هي بد وكب وبيلستيج هي البد مبدئيا بدية اللي من الانيشياشن بس بالبرولفراتيشن بعد تبدي هاي اللي هي البد بعدين كب وبعدين بالستيج هنا نأريدكم تنتبهولي هاي عملية البرولفراتيشن نمو السن برولفراتيشن اش راح يسبب لي راح يسبب لي في التغيرات منتظمة للطبقات الجرثومية مال السن شنو يعني ش حيسويلي تغيرات بي راح يسويلي تغيرات بالحجم مالتها وبخصائصها يا هاي اللي هي الطبقات الثلاث اللي هي الاكتو در والميزو در والاندو در اللي هي growth tooth germ زين نجح على النوع الثاني اللي هو histo differentiation يعني شنو histo differentiation نقدر نقول التمييز النسيجي histo differentiation شنو يعني شنو يعني المتكاثرة والمتكونة واللي دا تنمو خلال البرولفوريتيف ستيج بهاي الستيج حطيكم نجمع ليها خلال البرولفوريتيف ستيج دا تقولي اندرغو definite morphological morphologic morphologic as well as functional change يعني رح تخضع لي الى تغيرات شكلية ووظيفية اوكي هاي بمرحلة البرولفوريتيف بس هي من ضمن histo differentiation هسه نان حيتخصصتي بس histo differentiation نقولي اندرغو their functional assignment and the oppositional growth potential يعني شنو احنان دا يقولي انه شنو كل جزء رح يتخصص بتكوين فتفد شين معين يعني مثلا التنتين هذا الشيء يكونه النايمون هذا الشيء يكونه يعني and acquire their functional assignment يعني كل جزء رح يكتسب فتفد مهمة خاصة بي هو يقولي يابا يلا روح سويلي هاي المهمة يروح يسويه وهاكذا وهاكذا